سلام عليكم ازيكم حبابكم لسالون طيبين الحصة زي ما احنا اتفقنا قبل كده هنصورها ونشوف الانصر بتاع المعاصر لان احنا اتفقنا قبل كده من المعاصر بتيجي اسئلة كتير او افقار قريبة جدا من المعاصر في الامتحاد. اه الولاد اللي ما يعرفنيش وبيتفرجوا علي انا اسمي احمد جمال انا السوبرفايزر بتاع مدرسة ام الابطال اه بيولوجي لمدرسة ام الابطال الرسمية بنية. اه جيزة طبعا. تعالوا مع بعض اه نشوف حل المعاصر واحدة واحدة كده. وهقول لك الحتة دي كان ايه مهم في البوكلت? يعني البوكلت السؤال مركز على ايه في البوكلت? اه هقول لك واحنا بنحل هنعمل ايه? يلا بسم الله. طبعا ده البيولوجي دي اول حاجة هناخد النهاردة لولادة الكاربوهيدريتس. اول حاجة مع بعض هناخد الكاربوهيدريتس. تمام? يلا مع بعض. قبل ما كمل بيبقى في اولاد رقم يعني هيزهر دلوقتي عند حضرتك رقم للدعم الفني. وفودافون كاش لو تحب تاخد الحساس دي اونلاين. لكن طبعا دي فور فري. يلا مع بعض. هزهر لك الرقم. يلا مع بعض تشوف اول سؤال. طبعا في اسئلة بتبقى في في الاول خالص. تمام? اللي هي قبل الاسئلة الاساسية. بتبقى اسئلة زي كده. تعالوا مع بعض نحل. اهه? هايست? ها? اعلى حاجة انت تعرف ها? في البادي. انت عارفين ان البادي بعضيه بيتكون من شوية سيستم. والسيستم بيتكون من شوية اورجن. والاورجنز بتكون من شوية تشو. والتشو بتكون من شوية سيلز. والسيلز جواها اورجنلز والاورجنلز اتم. اورجنلز. وبعد كده اتمز. حلو اول. لما يقول لك اعلى حاجة في البادي يبقى السيستم. يبقى اعلى في البادي. لو قل لك اقل حاجة يبقى الاتومز. او الاورجنلز. حسب سؤاله او حسب اللي يجي لك في الملتبلاي تشويس. فخلص احنا حلينا. طبعا ماسكولير تشو. لأ. ده بعيد. ده من اقل الحاجات تحت خالص. ده اورجن. ده في النص. بعد السيستم. هو ده اللي جاء. ايه السيستم هاي. هاي دي اعلى حاجة بعد البادي. الاجابة هاي. طيب. if you have meal that is composed of pasta. باستا يا اولاد انتو عارفين دي. الماكرونة عبارة عن ستارش. والستارش ما هو الا كاربوهيدريت. وامكن فيه صورة احنا هنطلحها لك الوقتي. افتعرف ايه هو الكاربوهيدريت والبروتين والليبتز والحاجات دي. طيب. والريد ميت ما هي الا بروتين. وعلى فكرة هو واضح جدا ان هو قال لك ريد ميت عشان انتو عارفين ان اللحمة الحمرة مفهاش ليبتز. لان لو كان قال لك ميت كان واحد يقول لك تمهو الميت بيبقى فيها حتة دهنة يبقى معاها ليبتز. لأ. ريد ميت. تعالي نشوف حاجة تانية كده. اه. الصور دي بتاعت ايه اولاد? كاربوهيدريتز. كاربوهيدريتز حاجتين. هما تلاتة بس الاكسر انشيوعا في في البيئة بتاعتنا حاجتين. كل الستارشيز كل النشويات زي آآ باستا آآ بوتيتو كورن. تمام? وكل المغبوزات اللي احنا نعرفها في استارشيز. تمام? بيتزا آآ آآ دي باستا برضو بس الشكل مختلف. تمام? وكل الشوجرز آآ هاني آآ والزبيب والتين الشوكي والموز كل الحاجات اللي احنا وبانانا. كل الحاجات اللي احنا نعرفها دي اسواء كان ستارشيز او شوجرز يعتبر كاربوهيدريتز. تمام? اما الاويل والفات والواكس دي كلها دي كلها يبقى ده دي كاربوهيدريتز. يبقى العيش والرز والمكارونة كل حاجات دي كاربوهيدريتز. الزيوت والدهون والسمنة والزبدة كل حاجات دي البروتين بيف. ده هو اللحم الجموسي او البقري. دول السموم وايت ميت يا ولاد. وايت ميت يعني اللحمة بيضة اللي هي ما بتبقاش حمر قوي. زي الفراخ والسمك. يعني فيه يعني انا فيه ناس تعتقد كلمة لحمة بيضة يعني لحمة ملبسة. طبعا الكلام ده مش صح. لحمة بيضة يعني يتشكين يا وايت فش. طب توفي اه تونة ملك. ولو قلن الملك على الفكرة فيه نص جزء منه بروتين وجزء منه شوجر. بس هو كاتب الملك. تمام? وفيه هاي بروتين ملك. ده الشوجر قليل جدا فيه. ده بيبقى مفوش لكتوز. والناتس كلها واليوجرت ده اللي هم بنقوله عليه الزباد اليوناني اولاد. مشهور عنه جدا بياخده بتوع الجيم. عشان ما بيبقى فيه كالوريز قليلة جدا وفيه بروتين عادي. ده هو اللي بيقوله عليه اليوناني. والأج والليجيومز اللي هي البقليات. كل دي بروتينيات. اما النيوكليك اسد فاتك كده كده مش هتاكله فاحنا مش هنتعرض دي. بس هو النيوكليك اسد اللي هو الدي ان ايه? والار ان ايه? شريتين دي ان ايه? شريت واحد ار ان ايه? يبقى السؤال تاني. if you have meal composed of pasta and read meat. which of the following macromolecules this meal is rich in? يبقى دي كربوهدريت ودي red meat. يبقى دي الاجابة اللي بعد. which of the following is not considered from monimers. احنا قلنا يا ولاد قبل كده المonimers دي المكعبات الصغيرة بتعمل مبنى كبير. الكلوكوز مكعبة صغيرة. كلوكوزاية جنب كلوكوزاية جنب اهي الصورة اهي? كلوكوزاية جنب كلوكوزاية يعمل لك مبنى كبير اسم كربوهدريت. يبقى الصغيرة مكعبة الصغيرة اسمها كلوكوزاية. كلوكوزاية جنب كلوكوزاية جنب كلوكوزاية يعمل لك مبنى كبير من المكعبات اسمه كاربوهيدريتر فاتي أسد وجليسرول فاتي أسد وجليسرول فاتي أسد وجليسرول مكعبات بنروسها مع بعض يعمل مبنى كبير اسمه ليبيدز المكعبات الصغيرة اسمها مونيمر المبنى الكبيرة اللي بيتكون من المونيمر ده اسمه بوليمر يبقى المكعبات الوحدة اسمها بوليمر يبقى كلوكوزايا جنب كلوكوزايا يدي كاربوهيدريتر فاتي أسد وجليسرول فاتي أسد وجليسرول يدي ليبيدز وهيديك المكعبة الصغير طب بيتكسر فين عن طريقة تمام جنب نيوكليت داية جنب نيوكليت داية يعمل لك مبنى كبير اسمه يبقى المكعبة الوحدة اسمها المبنى الكبير اللي بتكون من المكعبة دي اسمه بوليمر العملية اللي أنا بقعد أجمع عليها دي ألم المكعبات على بعضها عشان ألم أعمل مبنى كبير اسمها بولراميزيشن اسم العملية بولراميزيشن طب مين في دول لا يعتبر مونيمر مونيمر اهو نيوكليك أسد لا دا بوليمر دا بوليمر يبقى الإجابة دي لأن الأمينو أسد اهو مونيمر والمونساكرايد كلمة مونساكرايد أصله على الجلوكوز أو جلوكوز ياولاد طيب الموضوع دا عاود شرح شوية وأنا أحب أوضحه لك أول كائن منتج للغذاء على سطح الأرض هو البيلنت أول كائن منتج للغذاء على سطح الأرض هو البيلنت بيعمل إيه البيلنت؟ بيعمل كولوكوز بيعملوا من عملية اسمها إيه يا ابني؟ اسمها يبقى أول كائن بيعمل مادة غذاء على سطح الأرض البيلنت عن طريقة عملية بيعمل الكولوكوز بيعملهم إيه؟ يقوم جايب كاربون داكسايد ويخليه يعمل ريأكشن مع الووتر بتأثير السونلايت ويعمل لك الكولوكوز يبقى يمواخد الكاربون داكسايد يدخلوا في الووتر ويعمل لك كولوكوز وكل الطاقة بتاعت الشمس بقت جوه الكولوكوز كل طاقة الشمس اللي البيلنت أخدها دخلها في الكولوكوز فالكولوكوز دا مليان من طاقة الشمس اللي البيلنت عمل لها أبصرش طيب الكولوكوز دا ليه تلات سيكك يا إما أنا قلت لك قبل كده ان الكولوكوز دا بنزين جسمك إذا كانت العربية ما تمشيش من غير بنزين فجسمك ما يمشيش من غير كولوكوز الكولوكوز دا يوم داخل على المطور بتاع السلز بتاعتك العربية لها مطور والسلز بتاعتك مطورها اسمه ميتوكواندريا زي ما البنزين يخش على المطور يتحرق يديك انرجي العربية تمشي الكولوكوز يخش على السلز بتاعتك وتحديدا في المطور اسمه ميتوكواندريا يتكسر ويديك انرجي نفس الفكرة جسمك مطور جسمك هو السل تمام؟ جسمك زي العربية جسمك زي العربية العربية محتاجة بنزين وانت محتاج كولوكوز العربية فيها مطور والسلز بتاعتك مطورها اسمه ميتوكواندريا الكولوكوز يتكسر جوا السلز ويطلع انرجي والبنزين يتحرق جوه العربية ويطلع بس الانرجي في العربية بتطلع تمشي العربية والعجل على طول لا احنا عندنا في خطوة في النص الانرجي تتخزن على شكل مادة اي تي بي دي والاتي بي دي هي بتتوزع السيلز لازم لازم طب البلانت مش محتاج انرجي دلوقتي يتخزن الكولوكوز على شكل سترش يبقى البلانت يا محتاج انرجي يبعت ليه المطور بتاعه المطور بتاعه اسمه ايه متوكوندريا يتكسر الكولوكوز يطلع اي نرجي تتخزن جوه مادة الاتي بي وتتوزع السيلز طب مش محتاج الوقتي يروح تحول لازم ترش طب رجع يحتاج له تاني لازم تحول الكولوكوز ويخش على الميتوكوندريا ويكمل طب جي انسان اموكل البلانت بيحصل على الازم ترش ويتحول عن طريق ديجيسف سيستم عنده الكولوكوز ودي لها خطوة تانية هنشرحها بالتفصيل لكن الاول اول حاجة كونت هي الكولوكوز لازم يا ولاد تؤمن بنظرية الاستبعاد اول حاجة كونت في البلانت هي ايه اهي الكولوكوز الا لو جاب لك كرباندوكساند وووتر هتبتدي بيه لكن اول حاجة هي الكولوكوز كولوكوز كولوكوز يبقى دي غلط لان لازم نبتدي بكولوكوز ودي غلط كولوكوز يتخزن الى ستارش طب البلانت تحتاجه تاني يتحول لكولوكوز ويدي انرجي على شكل ايتي بيه طب وده غلط ليه دي غلط عشان مفيش حاجة اسمها ستارش بتحول لاتي بيه على طول لازم لستارش اهي لازم لستارش يرجع لكولوكوز ويتحول لاتي بيه طيب يبقى الاجابة سي هل عشان بتحتوي طاقة اعلى من اي مادة؟ المعلومة دي غلط اصلا لان اعلى مادة بتضيق طاقة حرارية المفروض ان احنا عارفيني المعلومة دي شوف انا بقى بشتغل بالاستبعاد لو انت مش متأكد سيبه شوف تصريه انك ديديك اجابة يعني بسرعة دي صح دي صح لان احنا قلنا الاكتر هي دي المعلومة واضحة من غير محتاجة في التفهيم بكوزي كان بريدوس باي سيل لا غلط لان الانيمال سيل ما بتعملش كولوكوز فالمعلومة غلط ودي كده يتبقى غلط لان دي الاجابة الصح يبقى الاجابة الصح هي اهي فاست دي هي رابد لي هي هي سوى كتابها بشكل تاني هي هي في المعلومات اللي عندنا في البوكلت طيب احنا قلنا ان الكاربويدريت يعمى انرجي يعمى استراكتشر اهي يعمى انرجي يعمى استراكتشر اهي في البلدنج ما كلمة بلدنج يعني استراكتشر تركيب تمام فهو بيخش في تركيب مادة اسمها سيليلوز اللي هي في السيل وال سيليلوز اللي هو السيل وال يبقى الاجابة دي سيليلوز الستارش انرجي ملوش دعوه بالتركيب ملوش دعوه بالتركيب ملوش دعوه بالتركيب احنا ابتدين نخش فيه الاسئلة بتاعت المعاصر يا ولاد اللي هي على الكاربوهيدريت اللي فاتده كان حاجة اسمها في المعاصر بردنج اللي أعلى من المكرو ميليكولز احنا قلنا الاتوم اللي بعديها على طول ها واليه عام والأرجانيليس والأرجانيليس جوه السيلز والسيلز جوه الاتوم واكذا فاللي أعلى منها على طول هي اللي أعلى من اه اللي هي الاتومز يعني اللي اعلى منها على طول ايه اولاد? واللون السؤال ده فيه مناقشة شوي. فيه بعض الاسئلة في المعاصر هبقى اتناقش معك فيها انها تحتمل اكتر من اجابة. طولي الاوجات في الامتحانة مستر. لا تكتب الاجابة اللي هنا. لان في الغالب احنا بنستعين بما ان انا جاي بسؤال من المعاصر فهجيب الاجابة اللي موجودة في المعاصر. لكن هتناقش معك في التانية ليه تصلح يعني. تمام? يعني حتى ده من الاسئلة هايست طب ليه ما اخدتش الباقين? ما الباقين اعلى منها. في شوشرة في السؤال. مش واضح او السؤال. على فكرة هو واضح او في السؤال العربي لو انت شوف السؤال العربي. ما الجيش غير هو بس السؤال المترجم مش مش احسن حاجة. يعني منتشر يا ولاد. الاكسر انتشارا. في الليفينج ارجانيزم. بص حبيبي الكاربوعدريت والبروتين والنيوكليك اسيد من غير ما بص على السؤال. لازم فيهم كاربون وهيدروجين اوكسجين اساسي. واحنا قلنا ده في الشرح. الكاربون والهيدروجين اوكسجين اساسيين في كاربوعدريت بروتين ليبت نيوكليك اسيد. مع اختلاف الرشيو بس. لكن ده اساسيين. يبقى كاربون هيدروجين اوكسجين. ايه سبب? ان الكائنات مختلفة عن بعضها. السؤال ده ليه اجابة مباشرة. انا اجيبها لك من البوكلة اهي. انا اكتبها لك بالنص كده. مختلفين في الكوانتيتي والتيبس. يعني هم متشابهين من عندهم اربعة. يعني فيه وكاربوعدريات وبروتين ولكن. مختلفين في الكمية. يعني انا عندي بروتين اكتر من محمد. محمد عنده بروتين اكتر من ساين. وده عنده بروتين اقل. يبقى مختلفين في الملوانتيتي. والنوع يعني النبات يا ولاد عنده بروتين غير لكن الكلهم اسمه بروتين. اسمه بروتين لان akimical structure سابت. و لكن بيختلف في الكوانتيتي. لوه الكمية. والتيبس. تمام? وده سؤال واضح. يبقى الاجابة بتاعتك به. ده سؤال انا كتب لك الاجابة كده واجها ومفوش لفو داران ده هي موجودة بالزبط في البخل بتاعنا كده. ما تشته بعيد عني يعني. طيب. غلط غلط. غلط. مينرال سولت ايه? فين الكاربون ده عم? ما ده مينرال سولت. زي مينرال سولت ار فروم ارجانيك. غلط برضو. ولا هي. ده بالعكس ده كل مينرال سولت اي ارجانيك. كلها اي ارجانيك. يعني العبارتين غلط. مش محتاجة نقعد نرغي في الموضوع. هاو فار اول زي ستايتمينت. اول بقيلش كاربون. كل فيها كاربون. صح. افري كيميكال كمباون زاد كونتين كاربون اس فروم بيولوشكال مكرو. لا. لانت عندك كاربون دو اوكسايد في كاربون. لكن مش بيولوشكال. لان عشان اقول بيولوجيكال مكرو ماليكيولز كاربون وهيدروجين. لكن كاربون وهيدروجين اساسي. يبقى الاولين صح. التانية غلط. تحوله الى تخزينه عشان تحول كلوكوز اهم هو كلوكوز هتخزينه على شكل كاربوهادريت اسم العملية اي هندس ما هي طيلي بس يعني هو ليه جاي بالفوتو ساينس بروسيس ولا لا 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 لك 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 السؤال واضح هو بيقول لك تحوله الكلوكوز ليه مادة تخزينية اسمه ايه لو الستارش اوش لايكوش طب ودي لأ اخدناش حاجة اسمها كده ولا ودي بزود ميا مش باخدناش حاجة اسمها كده زي مونسا كراعيد كونتين لازم ارجع للبوكلت عشان عاوز اوريك حاجة يا ولدي عاوز احنا قلنا اي مونسا كراعيد يا اما في سي سري يا اما سي فور يا اما سي فايف يا اما سي سي سيكس نوت لس نوت مور نوت لس نوت مور وليس اقل من سي سري ليس اكثر من سي سيكس خلاص ياولادي طيب واحنا عارفين ان الكاربون اكويفلنت للاكسجين فلو الكاربون من سي سري لسي سيكس يبقى الاكسجين برضو من سي سري لسي سيكس الهايدرجين الضبل بتاحه تشوف الاجابات من سري لسكس اه صح صح ما الاكسجين قد الكاربون صح سري هايدرجين الهايدرجين بيبقى من 6 لـ 12 غلط سريل 6 هيدروجين قال لسه قال من 6 لـ 12 ده بيبقى من سريل 6 يبقى ده من 6 لـ 12 لأن الهيدروجين الضبل بتاعهم كاربون من 6 لـ 12 لأ كاربون من سريل 6 احنا برضو قايلين المعلومة بوضوحها المعلومة الصحية دي انت عارف ان الكاربون والهيدروجين ده 2N وده N طيب ده هنعمل له ده هنعمل له خلاص طير ده تمام؟ ده نصه ماهو ده نص ده؟ طب لو ده X يبقى ده نص اكس الكاربون يا ولاد نص الهيدروجين الكاربون نص الهيدروجين فلو ده X يبقى ده نص اكس لو ده X يبقى ده نص اكس what is the number of oxygen atom? رايبوز يا راجل حبيبي يا ابني اهو الريبوز C5 برضو دي في البوكلين انا بجيبك المعلومة من بوكلت ليه؟ عشان بقولك خلي بالك خلي بالك الحتة دي ما تفوتهاش بسهولة مهمة معانا شغالة معانا C5 H10 O5 زي الريبوز اوه اتعدي الحتة دي هتلاقيه اسئلة كتير من المعاصر وفي ناس كتير بتحب تجيبها في متاحة الشهر لان هي بتخدم منطقتين مش منطقة واحدة بتخدم ال DNA وال RNA وهنا في كاربايدريتز لكن في الاخر السؤال مباشر منفوش لفو دوران عدد الاكسجين هو 5 فاش لفو دوران what is the direct source of the stored energy in ATP molecules that required for contraction and muscles what is the direct source for stored energy ATP الATP جاي منين تعال لي هو الATP جاي منين من كلكوس طولة مالجلاك لا بيقولك direct تعال لي يا عم direct direct الATP جاي من الكولوكوز طولة جاي من ميتو كوندريا يا عم الميتو كوندريا دي مش مادة ده مكان هو بيقولك الATP جاي منين على طول جاي من تكسير ايه من كلكوس الميتو كوندريا ما كان دي مادة ده بنزين ده مطور بيقولك الطاقة اللي في العربية جاي منين مايفاش طولة من مطور ده مكان بيسألك على المادة فيبقى الاجابة الكولوكوز طبعا بروتين ده غلط خالص ما فيوش طاقة اصلا الجلاكوجين في الانيمال اللي اليومان بس قبل الكولوكوز عارف لو كان قالك لو ما كانش جاي بسبب الكولوكوز كنت اختار الجلاكوجين يعني لو ما كانش فيه في الاختيارات كولوكوز كنت اختار جلاكوجين كنقوله اللي وراه على طول يبقى الكولوكوز الكولوكوز هو اللي بيعمل تقول ليه بس ده جاي من تخزين والله بيتوهك الكلمة دي ضيعة كل ده المصدر على طول اللي بينتقيت بيه واكلوكوز المصدر جاي بالمصدر بتاعها منين تعال بص كده ايه اللي حصله تمام لكن اصلا جاي منين جاي من هيوش ما هو بص يا ولاد المفروض جاي من الكولوكوز طب ما كتب لكش الكولوكوز ما انا قلت لك اعتقد جلاكوجين الات بي دايريكت كولوكوز طب الكولوكوز جاي منين مش جلاكوجين خلاص توجعش قلبك يبقى جلاكوجين مش مكتوب في الاختيارات الكولوكوز يا ولاد يبقى جلاكوجين بص حبابة المصدر الرئيسي للطاقة ما فيش ماسلز بتتحرك من غير اي تي بي اهي اهي مش دي السيل اهي مش دي الماسلز اهي جابة الطاقة بتاعتها منين من الات بي يبقى بالترتيب كده يا ولاد قالك السيل المصدر رئيس الات بي طب قالك المصدر رئيسي بتاعها منين الكولوكوز ما كتبش الكولوكوز جلاكوجين وانا بقول تاني حت اطلاق بط انا عارف السيلز ما الماسلز دي سيل المصدر دي سيل جايبة منين الطاقة من الات بي طب لو ما قالش اي تي بي يبقى من الكولوكوز طب ما قالش الكولوكوز جلاكوجين لكن دي نمبر وان عندك دي المصدر رئيسي رقم واحد دي رقم اتنين دي رقم ثلاثة يخب واحدة منهم تاخدوا اللي بعدين الات بي جاي من الكولوكوز يبقى المصدر رئيسي للسيلز الات بي والمصدر رئيسي الات بي الكولوكوز لان الكولوكوز جامل اي تي بي. اي سوري اي تي بي جامل الكولوكوز. والكولوكوز جاملين مش لايكوجين وهكذا. احفظك كده بالترتيب. الاني مالسل جامل اي تي بي والاي تي بي جامل الكولوكوز وكولوكوز لايكوجين. هو فهو اجابلك بتاع السل. ما الماصل دي سل. يبقى من غير ما اتفكر. يعني اه دايريكت. انا حتى مش عارف السؤال يعني غريب جدا. ما كل ما الوزن يزيد الكيميكال يزيد. مش محتاجة فزلكة يعني. دي حفظت انت بقى. الكولوكوز يتكسر يدي ايه? يدي اي تي بي. الكولوكوز. وحتى انا هقولك في المكان. المكان الميتو كوندريا. يبقى الكولوكوز لما يخش على الميتو كوندريا يتكسر ويدي انرجي تخزن فين في ال اي تي بي. اهي. اهي. انا قلت شرحتها ساعتها كده. قلت لك كولوكوز مع الاكسجين يتكسر ويديك اي تي بي. اهي. اسئلة مباشرة بس انت محتاج تعيد شوية على مذاكرتك. مستر الاسئلة صعبة قوي? خل. وعشان كده انا بحللك المعاصر. لان انا عارف ان انت لسه في الاول محتاج حد يزقك. عربية لما تبقى بقى لك انت مسلا طلعت شهور نايم ومريح. طب ما محتاج زي ما تكون العربية نامت والبطارية نامت. تجزقك في الاول وهو ده السبب ان انا بحل معك. يمكن بعد كده مش هتبقى عندي حل بالتفصيل كده. هساعدك بس ابسط من كده بشوية. الاسطارش. الاسطارش بيتهدم قلنا بيتحول لكلوكوز. والكلوكوز السل محتاجه يروح يتحرق في الميتو كوندريا. ويدي مش محتاجه يتحول الجلايكوزين. هو ده ما صار. الاسطارش في جسمه. طيب. افطر دايجيشن او بريد. ويتش مزا فولون بادي ستور. ستور يعني تخزن. يبقى جلايكوز. اهي. حتى طلع طلقة. يبقى الاسطارش هيتهدم اهي. يتحول لكلوكوز. هيتخزن يتحول لكلوكوز. يديك طاقة يدي اتي بي. يبقى الاسطارش بتحول لكلوكوز. هيتخزن يتحول جلايكوزين. هيدي طاقة يتحول لاتي بي. يبقى جسمك محتاج طاقة يتحرق في الميتو كوندريا يدي اتي بي. جسمك انت نايم. شو محتاج طاقة دلوقتي? يخزن مؤقتة. لغاية ما يتحتاج لها. جلايكوزين. رجعت صحيت. محتاج طاقة. جلايكوزين. يتحول لكلوكوز ويدي اتي بي تاني. يبقى جلايكوزين. لانه لانه الاسطور هي الاسطور اللي تفرق. طيب. دي مباشرة دي يعني اه. مفهاش لف وداران. البيبر متصنع مسليلوز. وقتلاقي في البوكلت معلش انا اسف. يمكن ما طلع طلعش الوقتي. البيبر بيتصنع مسليلوز. البيبر بيتصنع مسليلوز. دي حتة مباشرة مفهاش اي حاجة. تعالوا نشوف السؤال دي يا ولاد. انا مش عارف هو مديك الدباجة دي ليه? يعني انا مش عارف هو مديك الدباجة دي ليه? طيب. بس في الاخر بيقول لك بلانت سيل. مابدايا بلانت سيل مفهاش للايكوشين. مع السلامة. طيب. احنا قلنا ان الكولوكوز. خلاص? السيل بتعمل الكولوكوز من فوتو ساينز. يما يتخزن عشكل ويتحاول تاني الكولوكوز يدي انرجي تتخزن في طيب. هو عاوز اني ما صار. كولوكوز عمري ما للاستارش يدي اي تي بي. المعلومة اصلا غلط. الاستارش عشان يدي اي تي بي لازم يعدي عكولوكوز وبعد كده انرجي وبعد كده اي تي بي. يعني المعلومة دي غلط. انرجي غلط. في شكل اسمها انرجي على طول. يعني من غير ما اعرف دي صح. مكتوفة مش عاوز اعرف. كولوكوز اهي. يدي اي تي بي. اهي. يدي اي تي بي. والا تي بي بعد كده انرجي بها هي دلي كده. السهي الباقي غلط من غير ما ابص يعني. عشان يقلل الوزن. حاجتين يا ولاد بيخلوك يقلل الوزن لو بطلتوه. كاربوهادريت وليبتز. لان هما دول مصادر الطاقة. تمام? طيب ايه اللي انا ازوده عشان يبقى اه يبقى هي الكاربوهادريت او الليبتز. انا قلتلك ان الكاربوهادريتز والليبتز هي اللي بيدوك طاقة. فانت عشان تخس لازم تقلل الكاربوهادريتز والليبتز. اللي بتخزن في اللايون سيلز? ستور. طولي بس اللاي. يا عم ما هو اللي انا شرحت بدا في الانيمال والبلانتة. في الانيمال سواء والهيومن. طيب. بينصح بايه عشان ياكل عشان تخس. تمام? لا تدخن. يتخن يتخن لكن ده لا ما يتخنش. الوحيد لان ده كاربوهادريت ده كاربوهادريت ده كاربوهادريتز. وده كله يتخن فالدكتور ما بينصحش به. ايه فيه يا ولاد عشان انا يمكن قلتلكوا قبل كده ان الامتحان الترم بيبقى اربعتاشر سؤال ملتبلايت شويس على التابلت. وسؤالين السي. فلازم بتضرق السي يعني زي كده الفرق بين كزا وكزا. what is the different between كولوكوز وفي البلانت والانيمال. في البلانت بيتخزن الكولوكوز على شكل ستارش. او سليلوس. وفي الانيمال بيتخزن على شكل جليكوشن. دي بتبقى معلومات بتجيبها من البوكلة او المنزمة مباشرة تانية. which of the following molecule contain carbon atoms. ايه اللي من دول في carbon atoms. ايه كلوكوز شجر وسوديوم باي كاربونات. what are the similarity between water and كلوكوز. ايه واجه الشبه بين الووطر والكلوكوز. دي بتبقى اختيارين ومفيش حاجة ذات اهمة. طيب. from the following diagram if you know the figure a represent blasted. ماشي. ماشي. احنا احنا حفزنا دي. حفزنا دي. y ايه هي? ايه? ايه المادة اللي بتتحول لو y? y to all cell body. طبعا ده الاتيبي. وده كلوكوز. طيب. يبقى الاجابة ده كلوكوز. اه والاتيبي. اه انت لحفزة التيبل ده هيسهل لك كتير جدا. اه دي اه حل ياولاد على الكاربوهيدريتز. الجزئين احنا مقسمينا جزئين. حل على الكاربوهيدريتز وخاصة المونوساكرايد. والجزء الاولين اللي هو الارجانيك والانارجانيك. هسه الجاي ان شاء الله هنكمل الكاربوهيدريتز. شكرا لكم يا حباك.